سندريلا الرسم جون بي سيانس حكايات الأخوين غريم سندريلا امسحي الأرضية سندريلا رتب السرير سندريلا لماذا لم تحضري بعد إفطاري؟ يتكرر هذا الكلام على مسامع سندريلا كل يوم من الصباح حتى تناموا في المساء حيث تردده عليها أختها الكبيرتان صباح مساء كانت سندريلا تسمى إيرا وكانت رقيقة لطيفة وبالغة الجمال لكن دسوء الحظ فقدت أمها وتزوج أبوها أمرأة أخرى وقدمت زوجة أبيها ببنتيها وكانتا قبيحتين وشريرتين وتغاران كثيرا من أختهما الأصغر الجميلة وتحاولان بشطة طرق تعديبها وإهانتها حيث يتركانها تناموا على كومة من الرماد قرب الموقد ويدعوانها بسخرية سندريلا وذات يوم جاء رسول الملك بأخبار صارة تقول إن الملك سينظم حفله رقص بهيجا ويدعو جميع الفتيات في الدولة للمشاركة فيها من أجل أن يختار الأمير خطيبته يا إلهي سيتزوجني الأمير يا إلهي سأصبح أميرة صرخت الأختان الكبيرتان بحماس واختارتها الثياب التي سترتديان في الحفلي على عجل طلبتهم سندريلا قائلة رجاء دعوني أذهب معكم إلى الحافل أجابتها أختها الكبيرتان بالسخرية قائلة تريدين أن تشاركي في الحافل؟ ستكونين سخرية للجميع انظري إلى فستانك الممزق وانظري إلى جسمك الذي امتلأ بالغبار لا شك إنك لا تستطيعين الذهاب هكذا بالإضافة إلى ذلك نحتاج أن تساعدين في التزيين إن أي شخص آخر سوف يرفض هذا الأمر بالتأكيد لكن سندريلا الطيبة لم ترفض مساعدتهما أبدا وفي المساء ذلك الحفل انشغلت بالقيام بما طلبت منها أختها القيام به أضيفي قليلا من اللون الوردي لشعر المستعار رتبي فستاني جيدا ساعديني بربط أزرار فستاني الخلفية ناولين المرآة هيا اسرعي كم أنت كسولة وفي الآخير تزينت وتجملت أختها وكادت سندريلا تنهار من التعب لكن لم تسمع منهما حتى كلمة شكرا وفورا خرجت أختها وركبتا العربة واتجهتا إلى قصر الملك وجلست سندريلا المسكينة تبكي بصوت منخفض بجانب المدفأة وفجأة لمع أمامها ضوء خاطف رفعت سندريلا رأسها مندهشة فرأت أمامها عجوز قصيرة القامة ذات ملامح طيبة قالت العجوز بلطف أنا عرابتك لا تبكي ييتها الفتاة الطيبة بعد قليل ستذهبين إلى تلك الحفلة استحبت العرابة سندريلا إلى الحديقة بعدما أنهت كلامها لمست يقطينة كبيرة بعصى صحرية في يديها سرعان ما تحولت اليقطينة إلى عربة ملونة لامعة متلألئة أستطيع أن أقول أنها أفخم عربة شاهدتها في حياتك وبعد ذلك قامت العرابة بتحويل ستة فئران صغيرة بيضاء إلى ستة أحسنة كبيرة طويلة القامة وحولت ستة سحالي إلى ستة أحسنة كبيرة من نفس النوع وفي الآخير حولت فأرا أسود كبيرا إلى قائد للعربة قالت العرابة لسندريلا مبتسمة كل شيء تمام ميتها الفتاة العربة جاهزة يمكن أن تذهب الآن للمشاركة في الحفلة قالت سندريلا وهي تنظر إلى الأسفل ماذا؟ كم أنا سعيدة لكنها كانت حزينة عندما رأت منظرها قائلة لكن لا يمكن أن نذهب بهذا الفستان القديم البالي وفي أقل من لحظة تحول فستان سندريلا القديم إلى فستان سهر فاخر جميل وعلى رقبتها عقد لامع من اللؤلؤ وفي قدميها أحديات باللورية فائقة الجمال قالت العرابة انطلقي إذن وإلعبي وأمرحي لكن تذكري جيدا يجب أن لا تتجاوز الساعة الثانية عشر ليلا فبعد الثانية عشر سيختفي السحر ويعود كل شيء إلى ما كان عليه بعدما أنهت العرابة كلامها تحركت العربة في اتجاه قصر الملك بعد أن وصلت سندريلا إلى قصر الملك كانت الحفلة قد بدأت لتوها دخلت سندريلا إلى صالة الرقص بأناقة كبيرة وجدبت أنظار الجميع مباشرة فبدأ الجميع يتمتم متسائلا من هذه الفتاة الجميلة؟ وكانت سندريلا تبدو كالأميرة النبيلة حتى أختها الكبيرتان لم تتعرفا عليها لاحظ الأميرة سندريلا فتقدم إليها ودعاها لترقص معه وكان الأمير يمسك يديها طوال ذلك المساء كانت سندريلا ترقص على أغنية بعد أخرى وقد جدبها أيضا الأمير الوسيم كانت سعيدة حتى نسيت الوقت وفجأة دقت الساعة الثانية عشر ليلا قالت سندريلا بصوت عال ماذا؟ يا إلهي لابد أن أغادر الآن إذ تذكرت فجأة تهدير عن رابطها العجوز وتركت يد الأمير وتركت القاعة على جناح السرعة وعندما تجاوز الوقت الساعة الثانية عشر اختفى الفستان الفاخر الذي كانت ترتديه سندريلا وجدت نفسها في فستانها القديم وتحولت العربة إلى يقطينة وتحولت الأحصنة والعبيد وقائد العربة إلى ما كانوا عليه واختفى الجميع أسرع الأمير خلف سندريلا كي يلحق بها لكنها اختفت تحت جنح الظلام ولم تترك خلفها سوى حداء بلوريا جميلا فريدا حيث سقط منها دون أن تشعر عند سلالم القصر وهي تركض مدعورة يجب أن أجد صاحبة هذا الحداء أمسك الأمير بالحداء البلوري وأعلن سوف أتزوج الفتاة صاحبة هذا الحداء وفي صباح اليوم الموالي أمر الأمير شخصا بالذهاب إلى الساحات العمومية يبلغ الجميع يجب على جميع الفتيات في الدولة أن يجربن ارتداء هذا الحداء إن أي فتاة يناسبها هذا الحداء ستكون زوجة الأمير وتصبح أميرة مهما كانت إنها أخبار سارة جدا خرجت الفتيات من جميع الجهات وهن يحلمن أن يصبحن أميرات جربن جميعا ارتداء الحداء جربته الطويلة والقصيرة السمينة والنحيفة وحتى لا تكون هناك ثغرة حمل الرسول الحداء وجال بين جميع الأسر كي يتجربه جميع الفتيات لكن لم يعثر على الفتاة صاحبة الحداء وفي الآخير وصل الحداء إلى منزل أسرة سندرلا كانت أختها متحمستين للغاية وقبل أن ينهي الرسول الأمير كلامه أخذتها الحداء البلوري من يده قالت الأخت الأكبر قبل أن تدخل قدمها كاملة في الحداء إنه مناسب جدا قالت الأخت الأخرى هذا هو راء قدمك ما يزال جزءا منها خارج الحداء أعطيني أنا لأجربه أخذت الحداء وارتدته وقالت آه إنه مناسب جدا لي قالت أختها الأكبر ساخرة منها فعلا إنه مناسب جدا لك انظري إلى أصابع قدمك لقد انحنت حتى أعوجت سأل رسول الأمير هل هناك فتاة أخرى تعيش في هذا المنزل يجب على جميع الفتيات أن يجربن ارتداء هذا الحداء البلوري بدون استثناء لم تبقى سوى سندريلا أجابت الأختان لكنها مجرد خادمة لكن الرسول أصر قائلا حتى لو كانت خادمة يجب أن تجرب ارتداء الحداء وبالتالي تم استدعاء سندريلا التي كانت تحضر العشاء في المطبخ وأمام الجميع أخذت الحداء وارتدته بسهولة وجاء مناسب لقدمها لا هو أكبر ولا هو أصغر من قدمها إنه مناسب لقدمها أصيبت أختها الكبيرة تاني بالدحشة حينئذن ظهرت عرابة سندريلا فرفعت العصى السحرية في يدها ونمست بها سندريلا فظهرت سندريلا في ملابس بالغة الجمال والأناقة وكانت أجمل من مظهرها في حفلة الرقص قالت العرابة بلطف وحنان إن عربتك تنتظرك في الخارج لتحملك إلى القصر وهكذا حملت العربة سندريلا إلى القصر وكان الأمير في غاية السعادة والسرور عندما رأى سندريلا الجميلة مرة أخرى وتزوج بسرعة وشارك في حفل زفافهما الفاخر جميع أفراد الدولة منهم أختها القبيحتان لكن كنا هذه المرة نجللنها ويقدرنها وندمتا على مختلف تصرفاتهما السابقة الشريرة وبالتالي سامحتهما سندريلا الطيبة القلب كليا